الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثاني والعشرين من يناير أحبائي طلب بسيط سأتحدث عن أفدييفكا عن جبهة باخموت محور كوبياسك وزفاتوفو إضافة إلى زابوروجي لذلك أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية هناك تغيير في خريطة السيطرة لذلك رجاء لا تفوت أي معلومة طلب بسيط إضافي آخر لا تنسوا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو ووضع أعجاب على الفيديو دعونا نبدأ مباشرة من جبهة أفدييفكا تحديدا من الجزء الجنوبي من المدينة حيث واصلت القوات الروسية عمليات التقدم في جزء الجنوبي الغربي وأكملت سيطرتها على هذه الشوارع الثلاث هذا أول شارع هذا الثاني وهذا الثالث أكملت القوات الروسية عمليات السيطرة هنا كما تشاهدون باللون الزهري سيطرت في ساعات بعد الضعر على هذه المنطقة وبهذه الطريقة تكون القوات الروسية قد اقتربت أكثر من الوصول إلى منطقة الدومينو أي الضاحية التاسعة هذه المنطقة اسميناها الدومينو تحديدا لأنها تشبه الدومينو الموجودة في باخموت في وقت صابق إذن القوات الروسية تواصل الاقتراب من هذه المنطقة وفي نفس الوقت هناك حديث كثير حول موضوع الدفاع الجوي الموجود هنا أعلم أن الكثيرين أرسلوا إلي رسائل حول موضوع وجود القوات الأوكرانية في هذه المنطقة وفي هذا التحصين ستحدث بالتفصيل حول ما يحصل وإن تتمركز القوات الأوكرانية لذلك رجاء انتبعوني حتى النهاية في هذه المنطقة القوات الأوكرانية شعرت أنها مقبلة على تطويق كامل من قبل القوات الروسية كما تراحزون على هذا النحو لذلك انسحبت القوات الأوكرانية منذ فترة من هذه المنطقة وتتمركز حاليا في هذا المعسكر الحديث في هذه اللحظات وفي هذه الساعات هو حول وجود ومصير القوات الأوكرانية الموجودة هنا هل ستستطيع الانسحاب إلى الخلف على بعد أكثر من ثلاثة كيلومترات هنا يبقى السؤال الهام في ظل تواجد روسي كبير وكثيف على طول انتدات هتين المنطقتين لذلك هذه الصورة في هذا الاتجاه أحبائي أما فيما يتعلق من اقتراب القوات الروسية من منطقة الدومينو فقلنا في الصباح أنه ننتظر كيف ستكون شكل العملية العسكرية باتجاه هذه المنطقة هل سيتم عزلها أم سيتم قصفها كما حصل في بخمت هذا يشبه معركة مدينة أفديفكا بشكل كامل سيطبق السيناريو القوات الروسية تتفادى معركة طويلة الأمد في أفديفكا لذلك قلت لكم القوات الأوكرانية تحاول أن تتجمع في عدد من النقاط في عدد من المواقع في محاولة تمنها لتشكيل خط دفاعي في وسط أفديفكا لمنع القوات الروسية وإطالة أمد المعركة لماذا تريد القوات الأوكرانية إطالة أمد المعركة؟ تابعوا الفيديو حتى النهاية سأتحدث بالتفصيل في هذا الاتجاه هناك تعديل بسيط على الخريطة هناك موقعين همين يمنعين تقدم القوات الروسية حتى اللحظة بهذا الاتجاه هناك موقع موجود هنا وعددت الخريطة لذلك تتواجد كتيبة أوكرانية موجودة في هذه المنطقة تحاول وتساند المرتفع الموجود هنا هنا مرتفع توجد عليه الكتيبة الثانية من اللواء 110 تقوم بحماية هذه المنطقة مرتفع يشرف يرتفع أكثر من 30 إلى 60 مترا من بقية المنطقة إذلك يمكن القوات الأوكرانية من رصد المنطقة واستهداف أي تقدم للقوات الروسية الأمر الآخر الإضافي لاحظوا هذه المنازل وطبعا المساحات الفارغة هذا يعطي القوات الأوكرانية أفضلية الوجود في هذه المنازل واستهداف القوات الأوكرانية وقيام بعمليات منورة طبعا استنادا أو مسنودة بهذه القوات الموجودة في هذين المعسكرين لذلك تشكل حاجزا أمام القوات الروسية ماذا تفعل القوات الروسية في هذا الاتجاه الطيران الروسي يعمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه على استهداف وتدمير جميع المعاقل جميع المنازل الموجودة هنا في محاولة لمنع القوات الأوكرانية من التحصن في هذه المنازل هذا على صعيد المنازل على صعيد المرتفع هنا تحاول القوات الأوكرانية الروسية قصف المواقع الأوكرانية في هذا المرتفع وفي هذا المعسكر ولكن القوات الأوكرانية هنا موجودة منذ مدة طويلة وقد سبق وقامت بقيام ببناء بتحصينات كبيرة في هذه المنطقة لذلك الأمر يحتاج وقتا فيما المجموعات على الأرض التابعة للفوج 1454 واللواء 114 الروسي مع اللواء الثلاثين منفصت تحاول التقدم باتجاه هذا المعسكر وطبعا باتجاه هذا المرتفع مدعومة بالقوات الجوية الروسية هذا على صعيد هذا الاتجاه انطلاقا من كاميانكا أما على صعيد الجزء الجنوب الشرقي تواصل القوات الروسية عملية العسكرية ولكن التركيز الأكبر ينصب بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه فيما الأوكران يحاولون الحفاظ على قواتهم موجودة هنا في شمالي أفدييفكا ومنع سقوط ستيبوفي وبرديتشي بشكل كامل بيد القوات الروسية أو مواصلة التقدم تحاول القوات الأوكرانية الحفاظ على خط الإمداد الذي يصل إلى أفدييفكا عبر منع القوات الروسية من التقدم من الجزء الشمالي أو من الجزء الجنوبي والوصول إلى أورليفكا طبعا أحبائي فيما يتعلق بموضوع القوات الأوكرانية تحاول إطارة أمد المعركة فيما الروسية يتجنبون فعلا أن تكون المعركة طويلة داخل أفدييفكا لسبب واحد كي يسارعوا للهجوم باتجاه مناطق أخرى بعد أفدييفكا القوات الأوكرانية تبني خط دفاع كبير على انتداد عشرات الكيلومترات يمتد من نوفا بولتافكا إلى جروديفكا إلى نوفو جروديفكا إلى سيليدوفي وطبعا العديد من الخطوط الدفاعية في هذا الاتجاه باتجاه أغلرار وفوديان وخلف المناطق المحيطة بمارينكا تحديدا كوراخوفي تحاول إذن القوات الأوكرانية كما تشاهدون بناء خط دفاع كبير في هذه المنطقة لذلك تحاول كسب الوقت في المعارك الدائرة في أفدييفكا ومحيط مارينكا وطبعا في نوفو مخيليفكا وفي هذه المنطقة هنا هذا هو هدف القوات الأوكرانية إطالة أمد المعركة فيما القوات الروسية كانت في السابق تحاول الاستنزاف القوات الأوكرانية الموجودة ولكن مع سرعة القوات الأوكرانية في بناء التحصينات تحاول القوات الروسية إنهاء هذا الملف وطبعا كل أمر يحتاج وقته لذلك تسارع القوات الروسية قدر الإمكان في عمليات التقدم في أفدييفكا ولكن كانت المعضلة هنا هي أن الدفاعات الأوكرانية موجودة هنا مبنية منذ عام 2014 وكانت تعقل هذا التقدم فيما يتعلق بباخموت لا تأكيدات حتى اللحظة حول صحة سيطرة القوات الروسية بشكل كامل على بودانيفكا ذكرت في الصباح أن القوات الأوكرانية انسحبت إلى الجزء الغربي وننتظر مزيدا من التفاصيل حتى ساعات الصباح أما في اتجاه زفاتوفو كوبيانت تواصل القوات الروسية عمليات التقدم استطاعت التقدم في هذا الاتجاه على طول هذا الطريق الرئيسي الذي يصل إلى كوبيانت استطاعت بيونكر الكول أن تتقدم في الجهة الجنوبية من كوتلياريفكا وباتجاه تبايفكا تقدم بعمق 1.5 كيلومات وبطول أو عرض 2.7 كيلومات أما في هذه المنطقة فعلى امتداد 2.1.7 كيلومات و180 متر عمق تقدمت باتجاه تبايفكا ما أهمية هذا التقدم القوات الروسية حالية موجودة في هذه الاتجاهات وتحاول الإطباك على كسليفكا وكوتلياريفكا وفي نفس الوقت السيطرة على تبايفكا في نفس الوقت تستمر العمليات العسكرية الروسية باتجاه بيرستوفي مستغلة على عدم وجود قوات أوكرانية بشكل كثيف في هذا الاتجاه إذن القوات الروسية تحاول الاستفادة من كامل تقدمها وسيطرتها في هذا المناطق وتنويع اتجاهات هجماتها الأمن الإضافي الآخر هناك حديث عن هجوم وتقدم روسي تحديدا الفوج السادس والعشرين دبابات باتجاه كسليفكا لذلك ننتظر ما الذي سيحصل في هذا الاتجاه هل سيكون هناك تقدم وطبعا سيطرة على هذه المناطق أم لا كما كنت لكم أهمية هذا التقدم أنها تسهل التقدم على طول هذا الطريق الذي يصل إلى كوبياسك وبالتالي الضغط على الجهة اليمنى على الكرة والمجموعات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة من كلا الاتجاهين وهو ما سيضع القوات الأوكرانية في مأزق كبير أما أحبائي في اتجاه زاب بوروجي استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة باتجاه روبوتيني استطاعت تقدم بعمق طبعا 615 متر وبعارض 703 أمتار تحاول القوات الروسية تحديدا مجموعات الفرقة السابعة التقدم واستعادة كامل هذه المنطقة إذن نشهد عمليات تقدم جديدة وإضافية باتجاه زاب بوروجي ننتظر أيضا ما الذي سيحصل بخصوص أفديفكا هل ستنجح القوات الروسية باستعادة السيطرة عليها بشكل سريع أم لا أتمنى أن تكتبوا الإجابة في التعليقات أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات وأريد أن أشكركم دوما عن محبتكم وثقاتكم ودعمكم لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا هذا الجد يحتاج لتفرنغ لوقت كامل لذلك أحباية تفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو أو يمكنكم سؤالي بالتعليقات حول طريقة الدعم المادي للقناة شكرا لكم مجددا على وقتكم الثمين للمشاهدة على محبتكم وعلى احترامكم وإلى اللقاء بفيديو آخر اشتركوا في القناة